خلال اجتماع بالرباط اتفق رئيس مجلس جهة الرباط سل القنيترا السيد عبدالساملتسكال ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش على تسريع بلورة اتفاقية للشراكة والتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ومجلس الجهة. ضمن هذه الاتفاقية سيتم استحضار باقي اتفاقية الشراكة ذات الصلاة بما يحقق التكامل المطلوب وبما يساهم في ترسيخ قيم حقوق الإنسان بتراب الجهة. رئيس جهة الرباط استعرض عدة مشاريع أنجزها مجلس الجهة وتم من خلالها إدماج مقاربة النوع في برنامج التنمية الجهوية خاصة تجهيز المؤسسات التعليمية بالمرافق الصحية وبناء المدارس الجماعتية وقطع أشواط مهمة في التنزيل الترابي للخطة الحكومية للمساواة ومشاريع وبرامج أخرى يساهم مجلس الجهة في تمويلها كليا أو جزئيا. رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أبرزت الأدوار التي تطلع بها اللجان الجهوية لحقوق الإنسان كأليات للقرب تدعم عمل المجلس الوطني وتنزيل استراتيجيته المبنية على فعلية حقوق الإنسان بأبعادها القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان السيدة حرية تازي صادق نوهت بدورها بالتعاون المتميز بين اللجنة ومجلس الجهة والذي تم الترجمته عبر تلبية مجلس الجهة دعوة اللجنة للمشاركة في مختلف الأنشطة التي قامت بها تنفيذا لبرنامج عملها القائم على توسيع حقوق الإنسان لتشمل حقوقا جديدة وخاصة حقوق الجيل الثالث. خلال هذا الاجتماع تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مجالس الجهات واللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالنظر إلى الاختصاصات الموكولة للطرفين.